عايز افكركم بالموقف بتاع الاهل والزمالك في المجموعة بتاعتهم لانه الموقف بقى complicated جدا شرحتهم برا بس هفكركم بيه النهارة لو روحنا اولا للمجموعة الاولى وترتيبها اللي فيها نادي الزمالك نادي الزمالك في موقف افضل بكتير من نادي الاهل في مجموعته هو مازنبي الاول عنده عشر نقط والزمالك التاني عنده سبع نقط اول اغسطس نقطتين وزيسكو نقطتين المباراة اللي جاية ان شاء الله باذن الله بدون مقاطع يوم 25 يناير الزمالك مع مازنبي هنا في مصر بالنسبة لترتيب المجموعة التانية وهي الترتيب المجموعة المعقدة جدا النجم السحلي في المركز الاول تسع نقاط ثم يأتي الاهلي في المركز التاني سبع نقاط الهلال ست نقاط بلاتينيوم نقطة واحد والماتش اللي جاي بتاع الاهلي يوم 24 يناير هنا في مصر الاهلي امام النجم السحلي النادي الاهلي ليس لديه رفاهية خسارة نقطة واحد لانه بإذن الله بدون مقاطع يكسب النجم السحلي بعشر نقاط والنجم يتثبت عند تسع النجم ماتشو الاخير مع بلاتينيوم حيدوس حيدوس ما فيهاش فصار ويبقى مباراة الاهلي مع الهلال في السودان هي دي الحكاية والرواية عشان كده ان شاء الله يا رب بإذن الله يحقق ما نصبه إليه جميعا قبل ما أخش في موضوع مهم جدا